ورجعنا لكم تاني في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى وحنبدأ بقى جزء تاني من حلقتنا اه نستعد للدراسة وكله بس التركيز التركيز دلوقتي بقى في اللعب وفي الهزار وانيجي بقى انقول لهم يلا نذاكر فتلاقي برجن تانية من ولادنا تمام عايز اقولك يعني بسرعة شديدة جدا انه اه الحل عنده كنتو مش عند الاطفال بمعنى انكم لازم تقللوا من فكرة او من سقف التوقعات المفترض انكم تحصلوا عليها من الاطفال في الايام الاولى او حتى في الاسابيع الاولى خلينا نقول مجازا في الشهر الاول من الدراسة وطبعا الموضوع بيختلف من الانلاين للزهاب الفعلي للمدرسة بمعنى في نوعية من الامهات ان لم يكن معظمهم يا فاطمة بيبقوا حاسين ان هم دخلين على المرحلة الجدية بتاعت الدراسة وهم خارجين او الولاد خارجين من المرحلة بتاعت اللعب والهزار والصهر والفسح والمصيف وكده فبيعملوا النقلة دي بقى بعنف شوي يعني اللي هو بيبقى فيه فكرة الجدية المرتبطة بالتوتر مرتبطة بالديق شوية مرتبطة بفكرة الحصول على النتيجة المطلوبة من الطفل بسرعة وبحسم وبحدة فعمى قصدي ستة ساعة فاللي عايز اقول لكم لا انه بقى الاطفال للأسف الشديد ودي حاجة فطرية يعني او حتى عند الكبار يعني بس الاطفال اكتر ما بيعرفوش يعملوا النقلة من حالة الاسترخاء او حالة الاجازة لحالة الجدية بسرعة لازم يعمل فاذا كنا احنا هنحط طموحات لازم نحط الجدية مثلا في النوم زي ما قلنا في الاكل في الالتزام في الصحيان والزهاب للمدرسة في العودة في فكرة المذاكرة كمبدأ مش كحجم انجاز ودي ودي نقطة مهمة قوي لا لا فاهم هي هقولك يعني مش لازم نضغط على الاطفال ان هم يكونوا مثاليين في المدرسة او في الدراق في القصدي في المذاكرة مثاليين في المذاكرة هنقصد خلال اول شهر لا احنا بنسبت المبدأ والله يا زكتر حاجة ظلمنا احنا وصلين لمرحلة يبقى يعني ايه مش حاطين حتى امل اول عشر سنين في حالة بالتعليم انهم ما يبقى لا 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 مش ظلمك يا فاطمة انتو فيه امهات كتيرة اوي اوي ممكن للامهات انواع بقى اه الامهات انواع وفيه منها انواع انقرضت وانواع مستمرة وحفريات روح هتشلوها هتختفي بالكوكب بالقصد فهي الفكرة في انه فيه امهات بقولك بتعمل النقلة دي هي بتبقى متبنية النقلة دي اوي يعني عارفة زي كده ايه زي لما يبقى حد مثلا في موقع عمل فيتبنى فكرة انه هو لما يزعق هيحصل على نتيجة ويلا بقى مش عارف ايه واللي عاد هنا واللي عاد مش عارف ايه ام مش عارف ايه واللي مالوش لازم يسيب لي المجا انت فاهم الطريقة دي ففيه ففيه منهك كده انه فكرة ايه احداث شيء من التوتر شيء ما من التوتر او هيخلي الاخرين يحسوا بالمسئولية يحسوا بالجد بقى امهات ففيه امهات بيعملوا الحركة دي بس انا حب اقول للا ام اللي هتعمل كده هيقابلك اه كمية تتنيح اه اه مقاومة دي حاجة فطرية الاطفال ما بيعرفوش يعملوا النقلة اللي احنا متوقعينها بالسرعة دي مش معنى كده ان احنا نسيبهم يتدلعوا او ان هم بيتدلعوا معنى كده ان احنا ناخدهم بالتدريج فبلاش تتوقعوا نتائج مزهلة او كبيرة اوي مثلا في المذاكرة انا ليه بقولي الكلام ده ليه عشان فيه مصطلع فيه حالة كده انا بجد بجد اصبحت يعني بجد موترة جدا ومدايقاني اوي ان تلاقي ام تقولك ايه السنو لدي تركيزهم ضعيف او خلاص طيب لا ده اغلب الامهات برافو عليك ما بقت اغلب الامهات فانا عايز اقول ان ده استخدام مصطلح استخدام كلمة في غير محلة يعني ايه يعني هفاجئكم بقى ان انتوا كامهات ملكوش ادنى علاقة بقياز درجة التركيز من الناحية العلمية او الطبية مفروض دي شغلة المدرسة ده شغلة المدرسة والمدرسة لازم تعملها بضمير جدا 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 وعلى مدى زمني طويل عشان ترجع لأسرة ما امه واب يعني بمستند رسمي بيقول ابنكو او بنتكو عنده مشكلة في التركيز بنقصين وده هيكون مدخل لانه ممكن ممكن يصنف كأنه عنده احدى صعوبات التعلم شوفي بقى المشكلة راحة فين تمام ساعتها الاسرة دي نكمل بقى قصة يعني شوفي انا قلت يا فاطمة المدرسة بمنتهى الضمير ومنتهى الصبر خلي بالك فيه مدرسين خلقهم دايق فيه مدرسين بيعتقدوا يعني مثلا وخصوصا في الاطفال الصغارين يملوا مثلا حاجة ديكتيش او يكتبوا حاجة على بورد عشان العيال تنقلها الصغيرة فيه فوارق فردية ما بين الاطفال خلي بالك وفيه اطفال ممكن تبقى محتاجة انك تقول لها الحاجة بنفسك يعني انت تقول لها كده عايزة one to one كده اه اه وده في البدايات وفيه اطفال تانية يعني بتلقط بسرعة وفيه اطفال تبقى شطرة جدا في الالتقاط في الالتقاط المعلومة بس مش في استدعاءها مثلا في الكتابة مثلا يعني تمام فعشان كده انا بقول ايه مدرسة تركز جدا وتنبه على مدرسينها بانه هم يكون عندهم صبر ويكون عندهم وعي وكل المدرسين يعني لو مش مدرسة واحدة او مدرس واحدة نفترض يعني ان فيه نتيجة طلعت انه لأ الولد ده على مدار 3-4 شهور لأ عنده مشكلة فعلا في التعلم تمام يوم يبعث لأهله من خلال المدرسة مستند رسمي بيقول المعلومة دي هل دي نهاية القصة؟ لا أبدا دي البداية مفروض الأهل يبقى ليهم دول هيتوجهوا إلى التخصص الوحيد المعني بهذا الأمر وهو ايه وهو طب بنفس الأطفال سلاش كده فرع صعوبات التعلم ثانية واحدة بقى ممكن قطع حضرتك بعد إذنك ما تجيش بقى تقوم ساوسا زحبتك تقولك ده أستاذ حمادة بيعمل دروس تخطب وتركيز وشد مخ الله ينوع عليك عشان أنا بدأت أمل وجلسات أكسوجين لتنبيه المخ يا جماعة كل ده كلام فاضي ومضر ومضر جدا 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 خلاص أنا بقول لكم دلوقتي زي مثلا ما في حاجة اسمها يعني مثلا أمراض العيون فتلاقوا في ناس متخصصة في القرنية بس وفي ناس متخصصة في الشبكية يعني في تخصص جوا تخصص العيون صحي كده تمام في تخصص حاجة اسمها الطب النفسي صحي كده تمام جوا تخصص اسمه طب نفس الأطفال حيلا جوا تخصص تالت اسمه صعوبات التعلم تمام كده وبالتالي أنا ليه بحكي القصة دي أولا القصة دي مهمة جدا جدا إن حضرتك بقى كأم بمنتهى الأريحية كده تعودي تقولي لا أصنع بقى بديله فيتامينات وبقعد أصد وصفق دماغه أصلا تركيزه ضعيف حضرتك ليس لديك أي آلية أي آلية من أي نوع لقياس درجة تركيز طفلي شكرا أنت بتقسيها على مفاهيم في دماغك ليس لها أدنى أساس من الصحة فمن فضلكم حولوا العلاقة بتاعة المذاكرة والحاجات دي إلى أن أنت تكوني مراقب لطيف ممكن سأكسوا ما شاء الله يعني مسأل أعلى راجل دكتور وعالم ودارس معلش أنا أسفل في سؤال وحضرتك صغير كنت سهل ما زنش بتاقي اللي كنت برضو ساعدت بقى مش عايز تركز في الحاجة اللي مش حاببها طبعا ده كل الأطفال طبعا أنا أي وقاية بقاية مهية دي كل الأطفال كده طبيعي حتى وإحنا صغيرين ده حتى أشتر الناس حاليا اللي زي ما بقول كده أنا بأخد مسأل بحد زي حضرتك دماغه كبيرة ويا ما غلطنا ويا ما كتبنا حاجات غلط طبيعي إن أنا لو ابني مش مركز يومين مثلا دخل على مرحلة مراهقة فتركيزه مش معايا حايز يتفرج على الكارتون وزهقين راجعين من أجا ما ناخدش الموضوع بدراما بالزبط كده برافو عليك ده مبدأ عظيم جدا ده دكتور محمد كميتشاء والله عظيم ده مبدأ عظيم يا جماعة لو طبقتوه ليه بقى؟ لأنه يا فاطمة فكرة لما تكلمنا أكتر من مرة في الموضوع ده في أمهات كتير وللأسف بقوا كتير قوي يا فاطمة عندهم ميل غير طبيعي لتنشئة أطفال سوبر أطفال ما بتغلطش فوحنا سوبر عشان ولادنا يبقوا سوبر برافو عليك يعني هو أنا مش فاهم جايبين ده منين فيه فرق ما بين الطموح وفرق ما بين الخيال وفرق ما بين الجنون يعني انت فاهمة قصدي وأنا شايفة أن درجات المدرسة أو رحلة الدراسة عمتا أحيانا بتبقى حتى لو مش مؤفقة لبعض الأطفال بتكتشف عندهم موهبة ومن أنجح الناس بعد كده ساعة يعني بلايش ناخد مضوع بدراما الميكانيزم في حد ذاته العملية برمتها اسمها التعليم ما اسمهاش الامتحان ما اسمهاش الإنجاز ما اسمهاش المذاكرة العدد معين وخلص ده وما تلعبش ومش عارف ايه والجنين تاني اسمها التعليم يعني ان الأطفال دول بيتعلمه على مدار عدد سنوات علشان يبدأ يختاره وعايز يعمل حياة علشان يبقى في بعد كده يختار يكمل دراسته ازاي ثم يشتغل ايه عشان يكون نافع لنفسه ونافع لأسرته ونافع لبلده والمجتمع ده المبدأ العام إنما فكرة الأمهات اللي بيحولوا المساءة زي ما انت قلت للدراما والدراما بقى فيها والله ولا مستهلة عصبية وفيها مش عارف ايه والله ولا مستهلة وهفكركم تاني وتالت وعشر أنا آسف يعني قبل ما نطلع الفاصل أكتر ناس مؤسرين في حياتنا لو خدنا مصر كنموذج أكتر ناس نكحة في حياتنا بناخدها كده كارول مودل في الطب في العلوم في الأداب في الرياضة هتلاقوا إن هم خرجين مدارس عادية جدا وفي معظمهم كان أهليهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا طبعا لكن طلعوا عرفو يطلعوا نشأ عظيم إحنا بقى مع تطور مدارس وأبنية ومناهج وانلاين والكلام ده كله وما عندناش لسه ناس بيطلعوا عبقرة ونوابخ يبقى فيه حاجة لازم نبص عليها بس يا جماعة نحتاجين نعيد نظر في طرقتنا طبعا مع أولادنا بعد